لا تنزع الشوك من طريق ولدك مخافة أن يختشه فهذه ليس من وظيفتك كأب وأم إن الشوك لن ينتهي وأنت لن تخلد لكن وظيفتك أن تعلمه كيف يتجنب الشوك في طريق حياته وكيف يصبر على الألم إن قدر له أن يشاك وكيف يصير قويا بعد كل إصابة لا تحرص على أن تجعل حياته بلا ألم هل عشت أنت بلا ألم؟ إن الألم هو ما سيجعل عوده الأخضر يزداد صلابه إن كل تجربة حزينة يذرف منها الدمع اليوم ستكون هي المصل الذي يفجر طاقات المناعة في روحه وأي تدخل منك من فرط خوفك عليه وفرط حبك له سيفسد مناعته ويدمر بناء شخصيته دعوا يتعلم السير في ذروب الحياة العيرة راقبه من بعيد وكلما سقط مد إليه يدك لينهض واتركه من جديد